الصف التاسع الأساسي كتاب التربية الإسلامية الوحدة التعليمية الثالثة تقدمة مبادرة ضوء بصوت للاس الرومي الدرس الرابع بعنوان مبادئ إنسانية يغطي هذا التسجيل الصفحات من 70 إلى 71 بداية الدرس تهيئة اقرأ ثم اكمل أسس بناء المجتمع هي واحد العلم وقد قال الله تعالى به بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير صدق الله العظيم الآية رقم 11 من سورة المجادلة والعلوم هي واحد علوم النظرية اثنان علوم تجريبية أما الأساس الثاني لبناء المجتمع فهو القيم الإنسانية السامية وقد قال الله تعالى به بسم الله الرحمن الرحيم ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآت المال على حبه ذوي القرب واليتام والمساكين والمساكين وابن السبيل والسائلين صدق الله العظيم الآية رقم 177 من سورة البقرة والقيم هي واحد قيم أخلاقية اجتماعية اثنان قيم اقتصادية أما الأسس الثالث لبناء المجتمع هو العمل وقد قال الله تعالى به بسم الله الرحمن الرحيم وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون صدق الله العظيم الآية رقم 105 من سورة التوبة والعمل هو واحد صالح بناء اثنان تطوعي يخدم المجتمع ننتقل إلى النشاط واحد اقرأ واستنتج بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون صدق الله العظيم الآية رقم 10 من سورة الحجرات أرسل النبي صلى الله عليه وسلم مبدأ الأخوة الإنسانية بين أفراد المجتمع لأن الأصل في العلاقة بين أفراد المجتمع هو التواصل والتراحم للتنازع والخصام وإذا حدث نزاع فعلى الآخرين أن يصلحوا بين المتنازعين لما في الإصلاح من خير ونفع يعودان على الفرد والمجتمع الدليل على ذلك واحد قال الله تعالى في الآية رقم 9 من سورة الحجر بسم الله الرحمن الرحيم ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة صدق الله العظيم السلوك المستفاد من الآية أحب للآخرين ما أحب لنفسي والدليل الثاني قوله تعالى في سورة الحجر في الآية 9 بسم الله الرحمن الرحيم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم والسلوك المستفاد من الآية أدرب نفسي على البذل والعطاء أما الدليل الثالث هو قوله صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تقاطعوا وكونوا عباد الله إخوانا صحيح مسلم السلوك المستفاد واحد اجتنب الحسن اثنان اجتنب بغضى الآخرين ومقاطعتهم ثلاثة انظروا للآخرين كإخوة لي في الإنسانية ننتقل إلى فقرة أقرأ وأبني موقفا حينما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم إلى المدينة المنورة لم يكونوا عالة على أحد بل تخلقوا بالعفة والعزة فتحملوا المسؤولية وإصهموا في بناء المجتمع فعملوا في ميادين الحياة المختلفة كالتجارة والزراعة وغيرها ننتقل إلى أتعلم من الدرس واحد أتعلم أن القيمة الأخلاقية الإنسانية هي أساس متين لبناء المجتمع اثنان من مظاهر تحمل المسؤولية التحلي بالعفة والعزة ننتقل إلى التقويم ما الآثار السلبية للتنازع والتفرقة في المجتمع نهاية الدرس ونهاية التسجيل